موسيقى اللي صار مرة أخرى اعتداء جبان يطال يطال أمن تونس ويطال أبناء تونس صحي وما نجمش نبدأ أقبل من ترحم على أرواح الشهداء اللي سقطوا خاصة من المؤسسة الأمنية ونعزوا أنفسنا جميعا ونعزوا أن يعني أسرهم على ما قدموه ونستغلوها مناسبة زادة بش نذكروا بأن المؤسسة الأمنية لم تقدم هذين الشهدين فقط وهؤلاء الضحايا من الجرحة فقط بل قدمت المؤسسة الأمنية العسكرية والأمنية إذن القوات الحاملة للسلاح قدمت الكثير خلال محطات مختلفة إذن في العشرية الماضية وهذا إن دل على شي فإنما يدل على أنه البلاد هذه مستهدفة وهناك استهداف للبلاد من قوى داخلية نعم ولكن هناك أيضا ارتباطات خارجية إذن تعمل على إرباك هذه البلاد وإرباك المسار الذي تعيشه ومحاولة جعل الفوضى هي العنوان الرئيسي في هذه البلاد علما أنه وجود تونس في محيط فيه الكثير من الإشكاليات أقصد جارتنا ليبيا يراد لتونس أن تكون إذن نموذجا آخر لهذا المسار الفوضوي المسار الرهابي ولكن ينسى هؤلاء جميعا ينسوا أن تونس كانت دائما قادرة على أن تكون ثابتة بأقدامها على الأرض وشامخة برؤوس أبنائها إلى الأعلى وتستطيع أن تدافع مثلما دافع الأجداد عن تونس ببنادق صيد بسيطة ضد ترسانة عسكرية عظيمة التي هي ترسانة الفرنسية ما زال أبناء تونس بقدراتهم البسيطة وفي ظل ظروف الاقتصادية والاجتماعية القاسية قادرين على أن يدافعوا لهذه التراب وعلى هذه الأرض وأن يقدموا الشهداء سيمو حامد ما نعرش صلاح لي إذا كان غالط ترحمت على الشهداء من المؤسسة الأمنية وحكيت على الجرحة من المؤسسة الأمنية ما حكيتش على الزوار نعرش هل هو سهو أم مقصود؟ شوف أنا بالنسبة إلى الذي تحدثت عنه بالأساس هو المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية ولكن نحن لا نقبل أن يصاب بريء بجريرة عمل إرهابي أيا من كان فالأعمال الإرهابية تدان لذاتها ليس لهذا الشخص أو لهذا الشخص أو لهذا الشخص إذن تدان الأعمليات الإرهابية إذن برمتها معنا ونترحموا بطبيعة على الزوز بيد الغدر البارح التوفاة ونترحموا عليهم بطبيعة زوز من زوار معبد الغريبة هذا في إطار العملية من عرش ماروين إذا كان عندك جزء تساؤل في هذا الإطار وإلا بش نمشي ونحكيه وعلى تكوين الكتلة البرلمانية واليوم تم إداع مطلب في مكتب الضبط في رئيسة المجلس نعم من طرف حركة الشعب في كتلة تمثل الحركة نعم هي كتلة يعني تقريبا أريد أن أفتح قوس قليل قبل أن نتعدد عن هذه الكتلة حركة الشعب حاولت خلال الأيام الماضية وخلال الأسبوعين الماضيين يعني في هذه الفترة التي هي فترة تشكيل الكتل حاولت نظرا لإيمانها بهذا المسار أنه مسار 25 جولة ليس مسار لشخص وليس مسار لفئة وليس مسار لحزب إنما هو مسار لقوى وطنية آمنت بهذا المسار من أجل تصحيح إذن وضع في تونس نحن نضع له عنوانا كبيرا تحدثت فيه معكم سابقا هو العنوان الاقتصادي والاجتماعي إذن فحاولت حركة الشعب أن تؤجل وأن تفتح الحوار مع أطراف كثيرة لكن للأمانة للأمانة الوضع ليس سهلا والتقاطعات ليست دقيقة وليست سهلة وليست هينة لذلك إذن وجدنا الكثير من الصعوبة ولكن كان لنا في نهاية المطاف أن لابد لنا أن نضع إذن كتلتنا وكان اليوم هو يعني تقديم الكتلة ورئيسها هو سي يوسف طرشون ونائبه سي عبد الرزاق عويدات وسميت وأطلق عليها إذن تسميت الخط الوطني السيادي لترأس بشكون كتلة ممثلة لحركة الشعب خط الخط الوطني السيادي يترأس يترأسها سي ترشون سي يوسف طرشون ونائبه سي عبد الرزاق عويدات به علما طبعا أنه كما تعرفون بالقانون الانتخابي الجديد وبالقانون البرلماني الجديد أنه من يغادر كتلة ليس له الحق أن يلتحق بكتلة أخرى ولكن هناك عدد كبير جدا من النواب الذين يسمون النواب مستقلون معناهم نواب مستقلون إذن ظلوا خارج الكتل ولذلك تظل هذه الكتلة إذن مفتوحة أمام كل من يؤمن كوني تضم عدد من المستقل لا عدد لا بؤسة لا بدفع وهذا سيقع إن شاء الله خلال هذه فما عمل على محاولة استقطاب بعض المستقلين لهذه الكتلة لا هو ليس استقطابا بالمفهوم يعني التحقيق لا لا نحكي أي إنما هو هناك برنامج عملي هذه الكتلة وضع وتم الاتفاق عليه وكل من اقتنع إذن وقع ولا شك أن هناك من سيقتنع بهذا البرنامج لأنه برنامج كما يدل على ذلك العنوان إذن يختم إذن هذا الخط الرئيسي لـ 25 ويليا ولمصلحة البلاد ومن أراد واقتنع بذلك فلا شك أنه سلتحق بهذه الكتلة أنسي محمد عندي عندي مشكلة مع مقرؤية هذا البرلمان بقدر ما الملاحظة السياسية تخليني ممكن عندي تقريبا فكرة جالية على توجهات حركة الشعب خاصة في المسألة الاقتصادية والاجتماعية وما اقترحته وما طلبت به على قد ما من نجمش مقول نفس الشيء نفس الشيء على باقي الكتل وحدث ولا حرج على عشرات المستقلين اللي كنت تحكي عليهم ما تراش وأنه هذا بش يمثل مشكل في العمل بتاع البرلمان هذا في أنه في آخر الأمر البرلمان ما يزموش يكون يعني مؤسسة مغلقة على نفسها وليزم تكون عندها مقرؤية لدى الرأي العام تونسي خاصة اللي دخلنا مسألة سحب الثيقة ومسائل من النوع ذا يعني الرأي العام تونسي يزمو كون يعرف بالضبط شنو قاعد يصير في البرلمان شنو التوجهات شنو المن يقترحو ماذا وكيفاش النئب اللي اقترحت اللي صوت لوانا كيفاش صوت على قانون مالية مثلا ولا على مقترح الفلاني أو الفلتاني بتراش وأنه هذا يخل ما هوش بش يصير نظرا لطبيعة هاته الكتل ولطبيعة القسمة متاحة أسئلة مشروعة جدا وأسئلة مبررة ولها ما يبررها بطبيعة الحال ولكن احنا يلزم نتذكره مع بعضنا وأنت 100% تتذكر جيدا الظروف التي بني فيها هذا البرلمان وهذا الخط المسار التصحيحي مسار 25 جوليا وأنه يسير على غير منوال ودائما البدايات هو يعتبر بداية فيعتبر دائما البدايات دائما لها صعوبات خاصة ولها إربكات إذن تصير أو تقع إذن فلذلك نستطيع أن نفهم كل هذه الأسئلة وذذي الظروف في هذا السياق اللي نشينا التحديثي وتجديدي لكن هذا لا يعني بأننا على الأقل نتحدث الآن على حركة الشعب وعلى كل من سيؤمن بهذا البرنامج الذي كنت أتحدث عنه منذ حين سنعمل بكل ما أتينا من قوة وما أتينا من جهد على أن نوجه هذا البرلمان إلى مشاريع قوانين تخدم هذا العنوان الرئيسي ليش نحن نريد أن نخدم هذا العنوان الرئيسي الاقتصادي والاجتماعي لسبب بسيط جدا هو أننا قرأنا قراءة معمقة من خلال خبراء ومن خلال مختصيط وأدركنا جيدا أن هذا الملف الاقتصادي والاجتماعي كان المقتل لكل الحكومات هو المقتل الرئيسي لكل الحكومات لسبب أن كل الحكومات التي تعاقبت على السلطة منذ 2011 إلى اليوم كانت تهتم بكل ما هو تقني بكل ما هو سياسي بكل ما هو بابراس وراء ولأخر ذلك ولكن لا تهتم حقيقة بالمشاكل الاجتماعية والاقتصادية لذلك ظلت المشكلات على حالها بل أكثر من ذلك هذه المشكلات ظلت تتراكم بفعل الزمن ولذلك أصبحت مستعصية يعني تنعس يعني صعب جدا اقتلاحها حركة الشعب تريد من هذا البرلمان أن يكون بداية حقيقية قد تكون البداية محتشمة لا ممكن قد تكون البداية صعبة أكيد جدا قد تكون البداية بخطوات وإيدة وضعيفة عادي جدا لكن البداية يجب أن تهون لأنه لكل عمل جيد وكذلك كل عمل سيء لابد لهم بداية نحن الآن نريد لهذا البرلمان أن يكون بداية وسنطور سنراكب الإيجابيات سنراكب الحلول إذن شيئا فشيئا ولا شك أن هناك من داخل هذا البرلمان وناس صحيح بسبب مقورة الاستقلالية هذه ثم ناس يعني باعهم السياسي باعهم المعرفي باعهم تجربتهم يعني ضعيفة جدا لكن لا شك من خلال الممارسة الميدانية ومن خلال المشاريع التي تقدم وتناقل داخل البرلمان الناس تتعلم لأنه حتى واحد لا يولد متعلم لكن سي محمد بوشنيبة نقطة العمل الاقتصادي والملف الاقتصادي والاجتماعي اللي هي كانت نقطة ضعف لدى كل الحكومات يبدو زادة هذه فيها اختلاف بالنسبة لرؤيتكم مع رؤية رئيس الجمهورية مثلا اللي هو مشروعه كان متركز أساسا على المعطى السياسي الدستوري القانوني بعيد عن الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الرئيس ربما كلامك صحيح في مستوى الممارسة نظرا لأنه المسار مسار 25 جميلة كان يتطلبه إذن مسارا سياسيا ومسارا تقنيا يتعلق بالدستور ويتعلق بالاستفتاء قبله ويتعلق بالبرلمان والانتخابات كل شيء طبيعي جدا لأن المرحلة تتطلب ذلك لكن لكن رئيس الجمهورية من خلال تصريحاته العديدة إذن واعي جدا بأن الملف هذا هو ملف حقيقي وملف حارق ولا بد له من أن يقع العمل فيه بجد من أجل تجاوزه دليل على ذلك مشارة تصريحات لأنه على أرض الواقع لم نرى شيئا إلى حد لأن في هذا الإطار هو تصريحات نوية معناه صحيح أخي عليك 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 أعطيناه لأنه هو واعي جدا هذا دور هذا دور السلطة التنفيذية التنفيذ هذا المطلوب من السلطة التنفيذية هذا بالضبط هذاك عليك ننتظر من هذا البرلمان أنه يكون قادر على أنه يصدر المشاريع القوانين التي تتعلق بها الملفات هذه ووقتها تصبح الحكومة مطالبة بأنه مسؤولة أما البرلمان مسؤولة لتنفيذ تلك المشاريع التي سيقع إنجازها داخل البرلمان ليش لأنه ببساطة شديدة جدا لأنه لو لم تكن أو لو لم تفعل ذلك هذه الحكومة سيكون مآلها مثل مآل بقية الحكومات السابقة لأنه إن لم تحل هذه المشاكل وبل أكثر من ذلك أنا مشيت في تصريح مرة في قناة تلفزية قلت أنه الذي نحن فيه الآن هو جرعة أمل مهمة جدا وتعتبر في تقديري الجرعة الأخيرة ولذلك كماك اللي عنده آخر كارت وشهر معنا إذن لابد من حسن استغلالها لأنه لا قدر الله إن لم يقع حسن استغلالها واستغلالها بشكل جيد لا نعلم إلى أين ستسير الأوضاع إلى أين سي محمد أنت ذر لي أنت توتحكي على هذه الحكومة وهذه الحكومة لا شاهدي مش الحكومة القائمة أرى آه مش نسألك على المسألة هذه هل بطلت معناتها حركة الشعب من مطلبها فيما يخص حكومة سياسية أم أم حعدت تتأقلم الحركة مع ما هو موجود أنا أتحدث لا لا أتحدث عن الحكومة وليس حكومة بودن القائمة بالنسبة لك أنت حكومة بودن جزء من الماضي ليس بالنسبة إلينا بالنسبة لنا في حركة الشعب إحنا قلنا منذ فترة وإنتم تعرفوا هذا وإنتم حتى صرحنا حكومة بودن هي حكومة غير قادرة على التعاطي بالملفات الحارقة ولذلك نحن نعتقد أنه هذا التمشي سيؤدي إلى الفشل مثل ما أدت وعطينا نقد تذكره في 2020 القانون المالية 2021 القانون المالية إذن انقضناه وقلنا هذا القانون يتعارض مع أمرين همين معنا يتعارض أولا مع المبادئ الكبرى متاع 25 جميل ويتعارض مع الوضع الحقيقي الميداني الملموس في البلد يعني هذه الحلول وهذه الميزانية لا تقوم برد ما يبدو أنه المطلب هذا يمزال لم يلقى صداء ببقية الحال هو إلى حد اللحظة هو ما زالت الحكومة قائمة وهذا أكيد جدا ولكن نحن ما زلنا مصررين على أنه لا بد أن تكون الحكومة حكومة سياسية وعندما نقول حكومة سياسية فهم البعض ولكن نحن وضحنا ذلك في أكثر من مرة ونعيدوها مثالش عندما قلنا حكومة سياسية لا نقصد بها أن تكون حكومة حزب معين ولا يهم أن نكون حركة شعب ممثلة فيها ليس هذا هو الإشكال أنما حكومة سياسية بالمفهوم أن الذي نحن فيه الآن هو وضع سياسي بامتياز نحن نتحث عن سياسة بلاد السياسة هذه يمكن أن تكون في اتجاه ماشي في هذا الاتجاه أو ماشي في اتجاه آخر إذن سياسات كبرى سياسات يعني اقتصادية وسياسات تنموية إذن كنا نعاني من منويل تنمية وفاشلة أدت إلى إذن بمعناها الخراب للبلاد وإذن تجويع العباد نحن نريد سياسة إذن اقتصادية وسياسة تنموية إذن جديدة قادرة على أن تعطي الحلول الحقيقية لمشاكل حقيقية ليس حلول وهمية لمشاكل حقيقية هذا الذي كان صعير إذن كما لمثلا جيعان مشايل للصائغ الشرقات معناها هذا اللي يكونوا نشوفوا فيه معناها إحنا نحبه عندنا مشاكل حقيقية يجب أن نقترح لها وأن نضع لها حلول حقيقية ليس مثل هذه الحكومة بح وفما شكون يشوف لهذه الحكومة هي حكومة مكبلة الأيدي وزدنا عليها مكممة الأفواه وقتل نشوفه إقالة وزيرة الصناعة بالطريقة اللي تمت إقالتها به ونشوفه من بعد البلاغ اللي خرج في في رئيسة الجمهورية نفهموا لهذه الحكومة في الأخير ما عندها حتى هي مش تحرك بح شوف أنا وهذا مش مثل اليوم إحنا منذ البداية قلنا أن التعينات التي تمت وشرنا إلى ذلك في أكثر من مناسبة قلنا التعينات التي تمت يجب مراجعتها لأنه هناك أخطأ للأسف أنتم تذكروا يعني المستشارين تذكروا يعني بعض الوزارات تذكروا بعض الولاد تذكروا بعض المعتمدين إذن قلنا الطريقة التي تتم بها التعينات أو اختيار يعني هذه الوظائف أو معناها تعبية هذه الوظائف يجب مراجعتها نحن قلنا يجب أن تكون الكفاءات القادرة ونحن أذكر عشي قلنا مسألة سياسية بامتياز لا نريد معناها يعني موظف مثل الآلة تضغط هنا افعل كذا تضغط هنا لا ما تفعلش لا نحن نريد وناس قادرين على التفكير عندما أضعك ماذا كانت تقول العرب قديمة إن كنت مرسلا فأرسل حكيما ولا توصيه ما توصيش أعطيه بعثه حكيم بركة وخليه توقتي يجيه هو في الظرف ذاك سيتصرف حسب ما يتحتاجه الظروف عندما تضع موظف معناها بسيط أو حتى لو كان في دمان وماذا ومثل ما تقول إذن ليس لهو هامش للتحرك وهمش له خبرة وله قدرة على الفهم له قدرة على اجتراح الحلول في ظروف معينة وفي ظروف استثنائية وقتها تستطيع أن تطمئن على تلك الوظيفة ولا تنظر إليها مرة ثانية ولا تعيد النظر فيها وتنزع هذا وتجيب ثاني نحن هذا ما تحدثنا عنها منذ الوثيقة التي كنت أتحدث عنها ومنذ اللقاءات التي قلناها ونقول ذلك دائما لذلك قلنا إن الحكومة هذه ليست في مستوى التحديات الراهنة هناك تحديات قاسية تحديات كبيرة جدا نريد للحكومة التي تتولى هذه الملفات أن تكون قادرة على أن تتحمل أعبائها حقيقة عن نظام كونه في صورة ما تكون هناك حكومة بالمواصفات اللي كنت أحكي عليها ما يصيرش نفس التداخل ونفس اللي صار مع حكومة نجلة بودن من طرف رئيس الجمهورية بمعنى كونه يستأثر بتقريبا كل الصلاحيات وما يخلي لهذه الحكومة إلا نعرش أدوار متافيجوراسيون في حد أنا في تقديري من خلال التجربة التي خاضها رئيس الجمهورية ونحن نثق للأمانة نحن نثق في صدقيته قد تكون التصورات ولا قد تكون نختلف معه في بعض التصورات قد تكون نختلف معه في بعض التقديرات قد تكون نختلف معه في بعض الحلول ولكن لا نشك في صدقيته وفي أمانته وفي رغبته في إصلاح البلاد على ضوء هذا المبدأ الرئيسي نقول أنه التجربة التي خاضها خلال هذه الفترة والتي خاضها مع أطراف معينة ومع موظفين عاديين معينين عفوا إذن أعتقد أنه هذا يكسب الرئيس تجربة وخبرة في ما يجب أن يقع خلال الفترة القادمة خاصة وأنه كما قلت منذ حين هامش الخطأ أصبح ضيقا جدا ولم يعد عندنا مجال هامش أخطاء يعني يعني هامش كبير للأخطاء ونجم نجوزه تونس لم تعد تتحمل الكثير وخاصة أبناء شعبها لم يعد بمقدورهم تقديم المزيد من التنزونات والمزيد من التضحيات قدمت مقترحات في عرش يأما أسماء لقيادة حكومة جديدة قدمت مقترحات في هذا الاتجاه لا لحد الساعة لم نقدم ذلك لأنه مثل ما أنت قلتم ما زال الأمر لم يقع بعد والأمر ما زال لم يقع الحديثي ولكن حركة شعب عندها رؤية وعندها تصورات لأناس لهم من الكفاءة من داخل الحركة؟ لا ليس بشرطه ليس بشرطه نحن في فترات سابقة قدمنا أطراف ليست لها علاقة مثلا الفقفاخ كنا موافقين عليه ليس له علاقة بحركة شعب تعرفوا اللي هو كان في عزب آخر معنا ولكن نحن نؤمن بأنه هناك كفاءات في تونس ليست فيها حركة شعب تونس أكبر من حركة شعب وتونس أكبر من كل الأحزاب وتونس أكبر من كل الرؤساء الباقية ولذلك نحن نعتقد أنه من كان قادرا على أن يتولى القيادة فليقض ينجم يكون من خارج المساندين لمسار 25 جوليا؟ أي لما لا إذا كان آمن بالمسار وآمن هذا المسار ليس ليس قدته ومسكر بعدها على جماعته لا هو مبادئ هو وكعليش نحن نذكرك بحويجة كل ذلك مرة قلت لك 25 جوليا الحزب الوحيد الذي لم يجد فيه مشكلة وحركة شعب لأنه كنا ندافع عليه منذ ألفين وحداش لأنه هو جنو 25 جول هو مجموعة مبادئ المبادئ هذه كنا ندافع أنا فلما وجدناه نخرطنا فيها بكل بساطة فقال القناش ولذلك أي واحد أي واحد سيؤمن بهذه المبادئ ويقود المسار من أجل تحقيق هذه المبادئ لنحن نصفق له ونثمن عمله عاليا شكرا دكتور محمد بوشنيب عوض المكتب السياسي لحركة الشعب نشر مفصل أخبار جزيلا شكر نشر مفصل أخبار مع أسما المدب وراجعين في ترجمة نانسي قنقر